بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله وأطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر علي ما زلنا في رحاب هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قترة العيوب العلامة محمد مولود بن أحمد فال العقوب الشنقيطي ورحمه الله تعالى رحمة واسعة مع مقام الشكر الذي هو من أشرف المقامات وأعلاها منزلة عند الله سبحانه وتعالى وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق جملة من المسائل التي أشار إليها النظم رحمه الله تعالى في نظمه فمن جملة ما ذكرناه تلك الآيات القرآنية التي جاءت الإشارة إليها في النظم أشار إليها وبها أشار إلى هذه الآيات بذكرها وأشار بهذه الآيات إلى مراتب الناس مع نعم الله سبحانه وتعالى فقد تقرر معنا أن الناس مع نعم الله سبحانه وتعالى على ثلاث مراتب المرتبة الأولى وهي أحط المراتب وناس انشغلوا بالنعمة عن المنعم ومرتبة هؤلاء هي أخص المراتب وأحطها ويشملهم قول الحق سبحانه وتعالى كما مضى معنا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فالفرح بالنعمة مع الغفلة عن المنعم سبحانه وتعالى من موجبات المقت والعقاب الإلهي أسأل الله السلامة والعافية أما المرتبة الثانية هي شهود النعمة مع المنعم سبحانه وتعالى لا تشغل النعمة الإنسان عن المنعم بها فهو يشهد هذه النعمة ويفرح بها ويشهد أنها من الله تعالى ويشمل أصحاب هذه المرتبة قوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الارتقاء إلى الانشغال بالمنعم سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه فينشغل بالله عن كل ما سواه جل جلاله واستدل على ذلك بقوله عز وجل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وذكرنا بأن هذا جري على التفسير الإشاري وحكينا خلاف العلماء في التفسير الإشاري وأن الناس فيه طرفان ووسط طرف غلى فيه ووسع فيه الأمر حتى خرج عن الجادة وطرف آخر شدد فيه وضيق والمذهب الوسط هو المذهب الصحيح وهو أن التفسير الإشاري جائز بشروط تقدمت الإشارة إلى بعضها وأنه يحتاج في كل موضع إلى نظر خاص وقلنا ومما يستدل به على تلك المرتبة حديث الإحسان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومن كان يرى ربه ومولاه سبحانه وتعالى فمحال أن ينشغل بسوة لكن رؤية الله عز وجل لا تكون إلا يوم القيامة ولا تكون في الدنيا ثم عرجنا على مسألة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة وأنها من عقائد أهل السنة أشار لذلك النظم رحمه الله تعالى بقوله وفرح به على وشمل حتى إذا لمبلسون لو ولا وتلوه فليفرحوه ووقل الله ثم ظرهم التالي شمل أشرحنا هذه الأبيع ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى هو الصراط المستقيم اللذق عد به للإنسان العدو واستعد وهو أي مقام الشكر هذا المقام الشريف والمنزل المنيف وهو أي مقام الشكر مقام الشكر وهو الصراط المستقيم هو الصراط المستقيم فإن طريق السير إلى الله تبارك وتعالى كما ذكرنا أوله ذكر وآخره شكر وأمعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وبينا هذا المعنى اللطيف في الدرس السابق والله تعالى قد جعل الغاية من التقوى أن يكون الإنسان من الشاكر تقول الله لعلكم تشكرون وقال صلى الله عليه وسلم أضغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان ذلك في آخر حياته قال أفلا أكون عبدا شكورا بعد كل هذه الملحمة العظيمة بعد هذه الوظيفة الشريفة التي أقامه الله تبارك وتعالى فيها بعد أن غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم الليلة حتى تتفطر قدماه عساه يكون من الشاكرين فقال لك وهو أي مقام الشكر الذي لن نبعد النجعة إذا قلنا بأنه أعلى المقامات وأشرفها وهو فوق الرضا كما ذكرنا لأن في الشكر رضا وزيادة قال وهو فقام الشكر هو الصراط المستقيم وذلك قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فغاية الإنسان في هذه الحياة أن يكون شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة ومن أراد مزيد تقرير لهذا المعنى فليراجع الدرس السابق فقالوا هو الصراط المستقيم اللذق عد أي مقام الشكر هو صراط الله المستقيم هذا من المعاني التي جاءت في تفسير الآية التي سنذكرها بعد قليل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم هذا وعيد إبليس اللعين هذا توعد إبليس اللعين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم لماذا كل هذا أيها اللعين قال ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا هو المقصود أن يكفر الإنسان بنعمة الرحمن سبحانه وتعالى والشكر مراتب كما لا يخفى فعلى رأس الشكر شكر الله سبحانه وتعالى بتوحيده شكره جل جلاله بطاعته شكره جل جلاله بالتعلق به وشهوده هذه مراتب فالشكر ينتظم التكاليف كلها كما ذكرنا في الدرسين السابقين فهذا من المعاني اللطيفة ومن الإشارات الحسنة الواردة في الآية هو أن إبليس قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم هذا الصراط جعله الله تبارك وتعالى لعبادي حتى يكونوا من الشاكرين أن من عرف الله سبحانه وتعالى حبه وتعلق به وشكره ويتجلى ذلك الشكر كما ذكرنا على قلب الإنسان ولسانه وجوارحه قد خلصنا إلى أن من أحسن تعريف الشكر لم يكن أحسنها وما نستفيده من تعريف العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من أنه ظهور أثر نعمة الله على قلب الإنسان ولسانه وجوارحه الشكر ينتظم التكاليف كلها قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هذه هي خطة الشيطان أن يصرف الإنسان عن شكر نعم الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة هو الصراط المستقيم اللذ قعد اللذ لغة في الذي يقال اللذ والذي اللذ قعد به للإنسان العدو واستعد هو الصراط المستقيم الذي قعد به الشيطان للإنسان هو الصراط المستقيم الذي قعد به أي بهذا الصراط للإنسان العدو والعدو هو الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو هذه حقيقة قرآنية أن الشيطان عدو للإنسان فاحذر أن يفتنك أو أن يغرك وإياك أن تحسن الظن به أبدا إن الشيطان لكم يجبوه عدو هو عدو لبني آدم جميعا عداوته حتى لأوليائه حتى أوليائه من الكفرة والملاحدة وأعداء الله سبحانه وتعالى كل هؤلاء أوليائه هو عدو لهم إنها عداوة أبدية مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام فإذا كانت عداوته للإنسان لكل بني آدم فكيف إذا كان ابن آدم مؤمنا موحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن عداوته للمؤمن أشد فكيف إذا كان هذا المؤمن من أهل العلم ومن أهل الشريعة من طلبة العلم وحملته من الساعين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر هداياته في الأرض لا شك أن عداوته ستتضاعف فينبغي للإنسان أن يتذكر هذا المعنى وأن لا يغفل عنه حتى لا يفتنه الشيطان هو الصراط المستقيم الذي قعد به للإنسان العدو واستعد أي أعد العدة لذلك الشيطان استعد لهذا الأمر فعليك أن تستعد لتتخلص من شره وليكفيك الله سبحانه وتعالى كيده ومكره وخير ما يعصم به الإنسان نفسه من الشيطان أن يفر إلى الذي ناصية الشيطان بيده بل ملكوت كل شيء بيده وهو الحق سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وذكرنا هذا المعنى لما تناولنا مبحث الخواتر هو الصراط المستقيم اللذق عد به للإنسان العدو واستعد ثم قال رحمه الله تعالى بعلم أنه يزيد مننه لك ومن زوالهن أمنه ونظر الأدنادنا ولرقى دينا مقام الشاكرين ترقى شرع النظم رحمه الله في بيان ما يستعان به على التحقق بمقام الصبر كيف عفوا إلى مقام الشكر كيف يكون الإنسان من الشاكرين تقدم معنا معنا الشكر وحقيقة وحقيقته ثم ذكرنا كثيرا من فضائله وما ورد فيه من آي القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما السبيل لأن يكون الإنسان من الشكل كيف نتحقق بعبادة الشكر وهذا هو مربط الفرص هذا هو الغاية من هذه المجالس الجانب العملي لعلم التزكي كيف نتحقق بهذه المعاني وبهذه المقامات التي ندرسها ونتعلمها إن المقصود من القيم والأخلاق وهذه المعاني الربانية أن يتحل الإنسان بها المقصود أن تكون معرفة تثمر حالا وذلك الحال يثمر عملا وسلوكا كما كررناه مرارا وعلماء المسلمين قد سبقوا في فلسفة الأخلاق غيرهم بمراحل كثير من المتأخرين أصحاب الفكر الإسلامي لهم مشاركات طيبة فتنوا بالكتابات الغربية في فلسفة الأخلاق وظنوا بأن كثيرا مما ذكره علماء الغرب في فلسفة الأخلاق لم يسبقوا إليه وهذا خلاف الحقيقة وخلاف الواقع للأسف الشديد كثير من بني جلدتنا مبتلون بما كانوا يسميه بعضهم بالاستلاب الحضاري والانبهار بكل شيء يأتي من الغرب بل وصل الأمر ببعض الناس أنه لا يقبل الفكرة إلا إذا هبت رياحها من جهة الغرب ونحن قد للأسف الشديد قد خصرنا في قراءة تراثنا ودراسته واستيعابه علماء المسلمين سبقوا والكتابات التي كتبها علماؤنا في الأخلاق وفي السلوك وفي التزكية هي ريانة بالمباحث الدقيقة في علم الأخلاق كيف يتعلم الإنسان الخلق ثم كيف يسر في وجدانه ثم كيف يصير كيف يثمر ذلك الجانب المجداني عملاً وسلوكاً الشهد أن العلماء المسلمين سبقوا إلى هذا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنني كنت نسمع قبل ربما أشهر أو أسابيع أحد يعني أحد الدعاة وأصحاب الفكر الإسلامي يقول لماذا لا يؤثر الخطاب الديني في المسلمين ولماذا لا تثمر المواعظ والخطب أثرها في الناس وهو سؤال وجيه وحسن ويجب علينا طرح مثل هذه الأسئلة لإعادة النظر نعم عندنا مشكلة حقيقية في ما يتعلق بالخطاب الديني وكيفية تأثيره وكيف يثمر خطابنا ثماره في نفوس الناس لكن ثم راح يقول الفرق أن الغرب يعني يفلسفون الأخلاق ويتكلمون عن مصالحها ويربطونها بالواقع يعني بنوع من الانبهار الذي لم أستسغه نعم ذلك موجود ذلك صحيح لا شك أن الدراسات الغربية قدمت لنا يعني دراسات نافعة ويحسن بالمتمرسين والمتخصصين أن ينفتحوا عليها وينظروا فيها هذا موروث إنساني مشترك لكن ينبغي أن يسبق ذلك استعاب تراثنا النظر فيما كتبه علماء المسلمين فقد سبقوا في هذا سبقا بعيدا وكتبوا كتابات باهرة تأثر بها كبار الفلاسفة والمفكرين لكن مشكلتنا كما ذكرت أننا مقصرون في استعاب تراثنا ودراسته والتأمل فيه واستخراج كنوزه وذخائره هذه هي المعضلة يعني ربما خرجت عن الموضوع قليلا أنها مسألة مهمة أستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله طرح هذا الإشكال إشكالية الانفصام بين واقع الحياة المعاصرة وبين التراث الإسلامي طرح هذه المعضلة وهذه الإشكالية وتكلم عن سبيل إعادة الأمة إلى تراثها ومن المعاني اللطيفة التي ذكرها أنه لا سبيل إلى إعادة الأمة إلى تراثها إلا بتحبيبها في هذا التراث وترغيبها وبتجميل هذا التراث وتزيينه في عيون الناس كيف يكون ذلك قال بأن يمزج بالحياة المعاصرة وبأن يجرى في مجرى الحياة وهذه وظيفة العلماء وأهل العلم والنخبة كيف يكون ذلك؟ بأن نحسن النظر في تراثنا بحسن المطالعة ثم بحسن الاختيار وحسن التنبيه ونقرب هذه المعاني فالحقيقة أن تراثنا بحمد الله عز وجل زاخر بالأفكار وبكثير مما تحتاج إليه البشرية ويحتاج إليه الإنسان المعاصر لو تهيأ لهذا أهل العلم والفضل وأحسن المطالعة ثم أحسن الاختيار والتنبيه وتقريب ذلك للناس جميعا فكيف نتحقق بمقام الشكر؟ كيف نكون من الشاكرين؟ كيف نكون من الشاكرين؟ فالناظم رحمه الله تعالى ذكر لنا بعضا من الأشفية نحن قلنا بأنه وعد بهذا ووفى في كثير من المقامات ووعد بهذا في أول كتاب لما تكلم عن الأمراض الأمراض القلوب وهنا أتيك بالكفافة من حدها والأصل والأشافي طيب هنا يتكلم في المقامات الشكر يقابله كفر النعمة وجهود هذا داء فيحتاج إلى الشفاء فهذا ما يتعلق بالأمراض لكن هنا في المقامات ذكر ذكر لك أيضا ما يحصل به التحقق بمقام الشكر كيف يكون الإنسان من الشاكرين؟ فقال رحمه الله بعلمي أنه يزيد مننا هي عادة عادة ما تكون الوسائل التي يعالج بها الداء أو الوسائل التي يتحقق من خلالها بالمقام تكون لها شطان أو جانبان جانب علمي عرفاني وجانب عملي سلوكي فقالك الجانب العرفاني هنا قال بعلمي أنه يزيد مننا أن تعلم مما يعينك على أن تكون من الشاكرين التأمل والتفكر والتدبر وأن تعلم أن تعلم أن الشكر سبب في زيادة النعمة سبب في زيادتها بعلمي أنه يزيد مننا جمع منة والمنة هنا العطية والنعمة مما يعينك على الشكر باش تكون من الشاكرين مما يعينك على أن لا تكون ناسيا لعبادة الشكر بعلمي أنه يزيد بأنه أي شكر بأن الشكر يزيد مننا أي يزيد النعم فإذا كنت في نعمة وشكرت الله تبارك وتعالى عليها فإن ذلك سبب في الزيادة فيها بعلمي أنه يزيد مننا لك أيها الإنسان ومن زوالهن أمنة وأن تعلم بأن الشكر أمان من زوال النعم أمنة أي أمان الأمنة وهنا الأمان كما قال سبحانه وتعالى إذ يغشيكم نعاسى أمنة منه فالأمانة معناها هنا الأمان فمما يعينك على التحقق بمقام الشكر أن تعلم أنك إذا شكرت الله سبحانه وتعالى على نعمه التي أنعم بها عليك فهذا سبب في حفظ هذه النعم والزيادة فيها سبب في حفظ النعم والزيادة فيها قال سبحانه وتعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَيُعْلِمْ بِهَذَا الْإِعْلَامُ وَيُعْلِنُ هَذَا الْإِعْلَانُ الله تعالى قد أعلن إعلانا في الناس إذن ومن هو الأذان؟ أذان وإعلان هذا معروف في اللغة العربية وإذ تأذن أي أعذم لأن تأذن بمعنى آذن قال الحارث من حلزة ليشكري في معلقته آذنتنا ببينها أسماء رب ثاوي يمل منه الثوى وآذنتنا إعلامتنا وإذ تأذن ربكم أي أعلم ربكم فهذا إعلام من الله تعالى إعلان إلهي رباني يعلم به البشرية وكأنه قانون رباني يريد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يعلموه حتى يعملوا بمقتضاه وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم الله 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 وإذ تأذن ربكم شوف الله آياد عجيبة وأنا هناك شيء بيني وبينكم أعاني منه كثيرا في التدريس وهو أحيانا الإسرع بسبب ضيق الوقت من أمنيات أن تتسع الأوقات حتى يتكلم الإنسان على راحته من غير عجل لكن هذا يعني يطول معه الأمر هذه الآية لعل الله يسر فرصة نتناول تفسيرها على مهل وإذ تأذن ربكم هذا إظهار في موطن إضمار قالوا وإذ تأذنتم الله يخبرهم إظهار في موطن الإضمار يكون لنكت رب يقول وإذ تأذن ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ما قالش ليزيدنكم إضمار بعد إظهار وإذ تأذن ربكم ماذا تأذن ماذا أعلم لإن شكرتم قالك لآن نزيدك ما قالش ليزيدنكم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم فهو يجل هذه الصلة التي بينك وبينه هذا يريدك أن تحضر أن تكون حاضرا غير غافل أن تكون ذاكرا غير ناس وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم هذا وعد لكم أيها الناس ولا إن كفرتم إن عذاب إلا شديد إذن فذكر نفسك بأن شكر النعمة موجب لحفظها من الزوال وهو من أسباب المباركة فيها والزيادة عليها ذلك قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في الحكم من لم يشكر النعمة فقد عرضها لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها لما يشكر شو نعمة فقد عرضها للزوال لأنه يرى الله من نفسه أنه ليس بحاجة إليها لأن الذي لا يشكر حاله ما حاله حاله أنه سيء الأدب مع الله أنعم الله عليه بنعمة ولا يبالي لا يشكر وكأنه في غنى عنها ولذلك ترك الشكر من أسباب المقت كما سأتي فهو يقول ابن عطاء الله من لم يشكر النعمة فقد عرضها لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها كأنه ربطها قد قيدها بعقالها ولذلك قالوا الشكر قيد الموجود وصيد المفقود قيد الموجود أي أنه يحافظ على النعمة الموجودة وصيد المفقود أي أنه سبب في الزيادة وذلك قال الصالحون والعارفون لا ما زال الشاكرون في زيادة أبدا ما زالوا في زيادة أبدا بموجب قوله تعالى لئن شكرتم لأزيد لئن شكرتم لأزيد لكم بعلم أنه يزيد من نهلك ومن زوالهن أمنه نعم ومن زوالهن أمنه إذن فهذه بركة الشكر يقول العلامة أحمد زروق رحمه الله تعالى كلاما حسنا في هذا المعنى يقول بأن الشكر بأن الشكر ضامن شكر النعمة يعني ضامن لثلاثة أشياء إذا شكرت نعمة فإنك تضمن بذلك ثلاثة أشياء قال أولا حفظها ضامن لثلاثة أشياء حفظها من الزوال وتغير الحال بالانتقاء تحفظها من الزوال ومن تغير الحال بأن تنتقل عنك نسأل الله السلامة والعافية قال وزيادتها في الحال وبركتها في المآل أن يبارك لك فيها وأن يزاد عليها ثم قال أخيرا واتصال العبد بمولاه في عافية من غير إخلال اتصال العاد بمولاه على جهة العافية من غير إخلال يعني إذا شكرت النعمة فأولا هذا يضمن لك الحفاظ عليها وحصول البركة فيها ثم الزيادة عليها زيد ثم شيء آخر دوام الصلة بينك وبين الله دوام الصلة لأنك أديت حق العبودية في هذه النعمة قال واتصال العبد بمولاه على وجه العافية على وجه العافية من غير إخلال لأن صلة العبد بربه ومولاه كما قد تكون على جهة العافية والنعمة تكون أحيانا على جهة الابتلاءات والامتحانات لأن المقصود أن تقبل عليه فأقبل في حال العافية خير لك من أن تقبله خير لك من أن تقبله بالابتلاءات من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان اللهم إنا عافيتك هي أوسع لنا اللهم خذ بأيدينا إليك بملاطفات الإحسان وكفنا سلاسل الامتحان الحر تكفيه النعمة ليقبل بها على ربه مولاه النعمة تخجله وتصيبه بالحياء النعمة تكفيه لكي يقبل على الله تبارك وتعالى وبعض الناس لا ملاطفات الإحسان نسأل الله العافية لا تزيده إلا غرورا لا تزيده إلا طغيانا كبيرا كأن الإنسان لا يطغى الرأى وستغنى فيبتليه الله والمقصود أن يرده إليه كما جاء في الأثر الأثر المشهور في كتب في كتب التزكية أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري نعم قال أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي إن أطاعوني فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم إلى آخر الأثر نعم هذا يروى على كل حال مما يروى فالشاهد أحبة في الله مكر النعمة يضمن لنا هذه الأشياء الثلاثة محافظة عليها الزيادة فيها ودوام العافية دوام العافية أن تكون صلتك بالله على وجه العافية من غير إخلال ثم قال رحمه الله وأما ترك الشكر يعني عدم الشكر كذلك ضامن لثلاثة أشياء لم يشكرش وعدم الشكر ضامن للسلب وتشويش القلب ومقتى الرب نسأل الله العافية لم يشكرش النعمة أعرضها للزوال يوشك أن تسلب منه أن يسلبها الله تبارك وتعالى من عياذا بالله كما ذكرنا في آيات السابقة الذي لا يشكرها ويعتد بها فإنه يعرض نفسه لسلب هذه النعمة قد تسلب منهم علاش لأن الذي لا يشكر النعمة يدب إليه الغرور والعجب الغفلة تطغيه وتنسيه فيعجب بنفسه ويصب بالكبر والخيلاء والتعالي وهذا من أعظم أسباب زوال النعم ومحقها كلنا يعرف قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف قصة قارون في القرآن الكريم بس صاحب الجنت ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تزيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة وَلَا يُرُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَ مُقَالِبَ عجيب غرور غرور اغترار بالله عجيب صلى الله العافية شوف هذا الخير قال يعني ودخل جنته وظالم ولنفس قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا شوف هذا الخير هذا الخير لا يكاد يفنى شوف شوف يعني أعجب بهذه النعمة ولم يجب قال وما أظن الساعة قائمة قال وَلَا يُرُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنْقَلَّبًا قال إحنا من عامين دنيا أخرى لا يخشى علينا هذا حال من يأمن مكر الله تعالى ويسيو الأدب معه ماذا كانت النتيجة ماذا كانت النتيجة هو أحيط بثمره وبثمره كراء الأخرى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لنفرك بربي أحد يا ليتني ليت وهل ينفع شيئا ليت لا ينفعك هل لا كان هذا قبل هذا هل لا تواضعت من أول يوم وقلت هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ومكفر هل لا قلت هذا رحمة من ربي هذا فضل الله سبحانه وتعالى هذا والمؤمن يعود نفسه أي نعمة أي نجاح أي إنجاز أي عطاء هذا من فضل ربي هذا رحمة من ربي هذا هو القرآن لا خير فينا إذا لم ننتفع بكلام ربنا سبحانه وتعالى وإذا كنا نمر عليه ونحن عنه غافلون معرضون كنقرأوا القصص القرآن لقد كان في قصصهم عبرة للباب ما كان حديثا يفتر العبرة العظة أن نتأثر بهذه الوقائع تكون لنا فيها العبرة والعظة أن نتعلم منها تلك الدروس والعبر والعظات هذا شأن العاقل العاقل دائما يتعلم من غيره بل يتعلم من التاريخ كله فكيف بأشرف تاريخ وأحسن قصص نحن نقص عليك أحسن القصص العاقل يستفيد من تجارب الناس ومن تاريخهم ولأن في التاريخ عبر وعظات كثيرة حروف لأن التاريخ من أعظم فوائده الاعتبار والادكار حال الأقوام السابقين حال من مضى وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار وكيف آتى القوم وكيف صار يجري على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحكم بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبلي ويترك الجهل لأهل الجهل كما قال لسان الدين بن الخطيب في رقم الحلل التاريخ قصص هذه الأخبار نقص بها الاعتبار والادكار وأنت قيس حالك على حال السابقين وحال السابقين على حالك هناك اشتراك في التاريخ البشري والإنساني هذه ملحمة إنسانية كبرى وعظمة فأنت تقيس نفسك وتقيس نفسك على غيرك وتعتبر هذا كما وقع لغيرك قد يقع لك فاعتبر واحذر فهذا في التاريخ عموما فكيف بأشر في تاريخ وأحسن قصص قصص القرآن الكريم قصص القرآن الكريم قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى فتتعلم مما تعلم تتعلمه أن تحذر طريق الهالكين ألا تكون مثله ما تكونش كصاحب الجنتين تغتر وتقول لا لا تكون مثله لا تكون كقارون سناه قارون شفت قارون أتاه الله سبحانه وتعالى من المال يعني ما تنؤ به العصبة أول القوة يعني الجماعة من الرجال الأقوياء يثقلهم حمل يثقلهم حمل مفاتح خزائن ذلك المال تنؤ بالعصبة أول القوة وإن مفاتحه لا تنؤ بالعصبة أول القوة مال عظيم فتن به الناس لكن هو محمد شربي ولم يتواضع وقال إنما أتيته على علم عندي إنما أتيته على علمه كحال كثير من الناس في زمننا يمدح نفسه ويرى نفسه مستحقا للنعمة على ربه وكأنه يستحقها بجدارة وما علم هذا المسكين أن الذي أعطاك كان بيده أن يمنعك كما منع غيرك ألا ترى أن غيرك قد منع ألا ترى أن غيرك ممن هو مثلك أو أفضل منك ممن هو أفضل منك حالا وجدا وجدا ومع ذلك منع إذن هو فضل الله هو فضل الله أنت درست وتعبت هذا درست وتعب لكن أنت أرزقت هو لم يرزق كان من ممكن أن تكون أنت من يمنع أنت الذي يحرم الرزق إذن هو أعطاك وفضل الله سبحانه وتك كل هذا من خزائنه إذن تواضع تواضع واش كانت نتيجة قارون فخسفنا به وبداره الأرض خسف فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين أعيد نفسي وإياكم أن نكون كقارون أو كصاحب الجنتين بل علينا أن نكون من الشاكرين أن نكون كسليمان عليه السلام لما رأاه مستقرا عنده لما رأى عرش بلقيس تسخير عظيم سخر له الجن والإنس ملك نفوذ كبير في الحياة تسخير من الله تعالى قال هذا من فضل ربي أبدا لم ينشغل يبلوني أشكر أم أكفر دايما نقولها الروحك بعد إنجاز بعد عطاء بعد النعمة العظيمة أو المال هذا من فضل ربي ليبلوني هذا ابتلا وامتحاد يبلوكم ويكم أحسن عمل هذا هو الفرق بين من نور الله بصيرته وبين من كوس الفطرة والقلب لقلب منور بالإيمان ينظر بنور الله كما قال ذو القرنين لما كملوا السد تعب تعب ذو القرنين كما حكينا في المضا تعب وأخذ بالأسباب وقصة ذو القرنين قصة عظيمة في بياني وفيها فوائد وعبر وعظات في كيفية النجاح في الحياة كيفية تحقيق المشاريع الناجحة النجاح عبادة إخواني إذا يصر له فرصة نتكلم على النجاح كنت نقول لأحد الشيوخ والفضلة من المواضيع التي لم أسمع أحدا يتكلم عنها على جهة التوصيل النجاح النجاح عبادة من أعظم العبادات النجاح خطابنا يحتاج إلى تجديد إعادة نظر مع انضباط بلا شك بأصول الشريعة وقواعدها النجاح من أعظم العبادات والطاعات والقربات أن تكون ناجحا في الحياة في جميع المجالات كل بحسب مقامه وبحسب المكان الذي أقامه الله تبارك وتعالى فيه والوظيفة التي أناطه الله بها تكون ناجح في حياتك هذا من أعظم وسائل الدعوة إلى الله كلام يطول في هذا وذلك أراد أمرنا الله تعالى بالأخذ بأسباب القوة أياح يأخذ الكتابة بقوة وأعدوا لها ما استطعتم من قوة قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن ضعيف إذا يصر له فرصة تكون خطبها عن النجاح نسميها العبادة غائبة أنه كثير من الناس يظنها يعني أذى من الترف لا لا أبدا أريد أن أقرب لكم المثال فقط هل فكرت يوما مثلا أن تكون ناجحا في ميدان معين تكون عالم من كبار العلماء في الشريعة ألا في الكيمياء ألا في الفيزياء ألا في أي شيء كما تشاء تكون ناجح في ميدان ويظهر أمرك في الناس وتصير نجما من النجوم والناس يعظمون شأنك ويعرفون قدرك حتى ربما إذا لم تكن تعرف كبير الشيء في الشريعة حالك هذا من أعظم وسائل الدعوة الجملة منك تغني عن كثير من كلام غيرك تصور بعد هذا النجاح والفلاح تقول لهم والله كل هذا بتوفيق من الله تصور مثلا أحد عالم علماء المسلمين الآن في تخصص من التخصصات المعاصرة التي يتأثر الناس بها ولا حتى بعض المشاهير يقولوا قل لنا كلمة تخاطب بها الناس لكي تدعوها من الإسلام تقول لهم والله أنا كل ما وصرت إليه السبب الوحيد هو إيمان بالله واعتزاز بالإسلام وقرب من الله تبارك وتعالى هذه الكلمات اليسيرة لها من الأثر في قلوب الناس ما ليس لكثير من الكلام لماذا؟ لأنه قول صدقه العمل فالنجاح في الحياة من أعظم وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعالى ولعل نفرد لهذا الموضوع كلمة مستقلة فذو القرنين قصة نجاح عظيمة وفلاح في الدنيا إنجاز كبير تقربها في سورة الكهف كيف استعانى بغيره أعينوني بقوة أجعل وفيها فيها كثير من الأفكار التي تتعلق بعلوم الإدارة ونحو ذلك في الأخير بعد هذا النجاح الباهر قال هذا رحمة من ربي الله أكبر شوف المؤمن بعد الجهد والعناء والبذل والعطاء لا ينسب الأمر نفسه أتواضع قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا كونك ذي القرنين عليه السلام كونك ذي القرنين إذن ف عدم عدم شكر النعمة موجب للسلب لسلبها كما ذكر رحمة الزرور موجب للسلب ولتشويش القلب كما تشكرش النعمة فتكون في خوف وفزع لا تدري هل 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 سيحافظ هل ستحفظ لك هذه النعمة أم ستسلب إذا كنت من الشاكرين فهذا ضمان إن شاء الله أنها لا تسلب لكن أما إذا كنت من الكافرين الكافرين بالنعمة يعني ممن كفر النعمة ولم يعرف لها قدرها فخف على نفسك فستكون خايفا لن تنعم تماما تنعم بهذه النعمة لأنك لا تدري متى ستسلب منك ولك ترى كثيرا من أهل الدنيا خائفين مع أنهم في غمرة النعم لكن لا يدري يقول لك لا علي أسرى لكذا يوقع لكذا لا كن من الشاكرين يطمئن قلبك بإذن الله رب العالمين زيد قال لك وموجب لمقتى الرب والله قالوا لو لم يكن في ترك الشكر إلا شيء واحد لكفى في التخويف من عاقبة ترك الشكر والغفلة عنه ما هو هو سوء الأدب مع الله وسوء الأدب من موجبات المقتى من الرب وأضرب لكم مثلا ولله المثل أعلى ملك من الملوك أهدى فرسا كما ذكرنا لثلاثة أشخاص الشخص الأول أخذ الفرس وفرح بهذا الفرس وقال سأفعل به كذا وكذا ولم يلتفت رأسا لم يلتفت رأسا إلى الملك ولا إلى إنعامه وأنه المتفضل ما يراحه كيف سيكون نظر الملك إلى هذا الإنسان أنا نقول لك ملك من ملوك الأرض أو سلطان من سلاطين الدنيا أو أمير من أمراء قالوا إن لم يبطش به إن لم يحرمه تلك النعمة أقل أحواله أقل أحواله أن يسقط من عينه أقل أحواله أن يسقط من عينه شوف قولك هذا تعصوالح وهذا هذه دناءة وخسة أنت غاية أمرك أن تحصل مرادك غاية أمرك أن تحصل مرادك هذه النعمة رزقتها لتشكر الله تبارك وتعالى بها كما خال الشاعر أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وشكر وتشكر بعض حقه أن لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه بعض حقه سبحانه وتعالى عليك فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه هذا سوء أدب ألا تستحي من الله سبحانه وتعالى أن يكون خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد أما تستحي من الله أنه يغرقك في نعمه وأنت غافل الله عنه ألا تخشى على نفسك أن تسقط من عينه وأن تكون حقيرا خسيسا لديه يعني تعصوالحك تجي غيرك تحب أصوالحك فإذا حصل لك مرادك ومقصودك انسرفت عن الله قالوا لو لم يكن إلا أنك تسقط من عين الله لكفى فكيف وأنت معرض لزوال هذه النعمة كيف أنت معرض للاستدرار سأستدرجهم من حيث لا يعلمون أمر لهم إن كيد متين كيف وكيف نسأل الله السلامة والعافية قال بعلم أنه يزيد من نهلك ومن زوالهن أمنة أيها زيد ونظر الأدنادنا والأرقاء لك مقام الشاكرين نعم ونظر الأدنادنا والأرقاء دينا مقام الشاكرين ترقى ونظري كذلك مما يعينك وحمد مولود رحمه الله ذكر من الوسائل المعينة على التحقق بمقام الشكر وسيلتين الوسيلة الأولى الوسيلة الأولى أن تتذكر بأن شكر الله تعالى موجب لحفظ النعم والزيادة فيها والأمر الثاني ما ذكره ونظر الأدنادنا ونرقاء دينا مقام الشاكرين ترقى قال لك مما يعينك على الشكر مما يعينك على الشكر أن تنظر في شؤون الدنيا إلى من هو دونك هذا يعينك على الشكر في أمور الدنيا وحطامها الزائل في شأن المال والنعم دنيا أنظر إلى من هو دونك عندك مال قليل أنظر إلى من هو دونك عندك سكن ليس واسعا اذكر إلى من يسكن في بيت بلغة معاصرة عندك ثلاث غرف مثلا في ضيق وحارة يولد من الناس من يسكن في غرفة وما طباخ فقط مثلا عندك مثلا راتب شهري قليل يوجد من الناس من من يأخذ أقل من ذلك فدائما في شؤون الدنيا انظر إلى من هو دونك انظر إلى من هو دونك حتى تحمد الله تعالى على نعمته وهذا لا ينفي الجدة والاجتهاد في طلب الرزق لا لا ذلك مسألة أخرى نحن نتكلم على المقام حتى تشكر الله شكر الله والرضى عن الله فيما قدره عليك لا ينافي أخذك بالأسباب وسيأتينا الكلام في ذلك مفصلا لما نتناول التوكل على الله أما التوكل فأن تباشر لأسباب مع شهودك المدبرة سبحانه وتعالى وذكرنا هذا مرارا أن الرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره والتسليم لأمره جل جلاله لا ينافي أبدا الأخذ بالأسباب ألم ترى أن الله أوحال مريم هز إليك الجذعة الساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب هز إليك بجذع النخرة تساقط عليك رطبا جنية مع أن مرأة ضعيفة كمريم عليه السلام لا لا يمكنها أن تهز نخلة راجل ضخم ربما قد لا يهز نخلة لكنه أعلمها الأخذ بالأسباب إذن فهنا شكرك لنعم الله ورضاك عنه جل جلاله هذا لا ينافي أن تسعى في طلب الرزق أن تسعى في تحقيق كمالاتك في شؤون الدين والدنيا فهذا أنت مأمور به شرعا كما سيأتي فالحاصر قال مما يستعان به على التحقق بمقام الشكر أن تنظر في الدنيا لمن هو دونك كما قال كما قال النظم رحمه الله ونظر الأدنى دونى الأدنى أي الأقل دونى جمع دونيا جمع دونيا الدنيا تجمع على دونى نعم والدنيا على كل حال اختلف في اشتقاقها قيل أي مشتقة إما من الدنو لقربها أو من الدناء لخصتها من الدنو لقربها يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبث غير ساعة تمر علينا كأنها لحظات لشدة قربها وذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت وساعة كهاتين مع أن مبعثه صلى الله عليه وسلم قد كان قبله أربعة عشر قرنا لكن كهاتين وهذا دليل واضح في نظرية نسبية للتوصل إليها ألبيرت أنشتاين قبل عقود يسيرة نسبية الزمان الزمان الذي نعيشه هذا البعد الرابع الذي نعيشه ليس هو الزمان عند الله لازمنا متفاوته وأدلة ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فالشاهد بعثت وساعة كهاتين الدنيا سريعة إما من الدنو لشدة قربها أو من الدناء لخصتها أو ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق منها كافرا شربة ماء الله جناح بعوضة لكنها مطيتنا وسفينتنا وقد جعلها الله سبحانه وتعالى ميدان أعمالنا وعمارتنا وعلى قدر عمارتنا لها تكون العمارة يوم القيامة إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة وتكلمنا كلاما مفصرا عن مسألة حب الدنيا والتعلق بها وأنه ليس مذموما بإطلاق وأنه بحسب مراد الإنسان منها في هذه الحياة وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله كما عند التربذي هذا ذكرناه مفصلا في أوائل دروس المطهرة لمن أراد أن يراجعها حب الدنيا لأحكام تعتريه فهو بحسب ما يعين فيه حب الدنيا تعتريه لأحكام التكلفية الخبسة كما هو مذهب المحققين من أهل العلم حب الدنيا لأحكام تعتريه ما منها يعانة على شيء من المحرمات حضلا وهكذا وذمها مقيد بغير ما على النجاة يرفض فأقلك ونظر الأدنى دنا أي في الدنيا تنظر الأدنى من هو أقل منك حالا وشأنا في جميع شؤون الدنيا الظاهرة والباطنة المادية والمعنوية ونظر الأدنى دنا انظر إلى من هو دونك حتى تحمد الله تبارك وتعالى ونظر الأدنى دنا ولا أرقى دينا وأما في شؤون الدين فينبغي أن تنظر إلى من هو أفضل منك حتى تقتدي به حتى تعلو إهمتك ونظر الأدنى دنا ولا أرقى دينا وأما في الدين فتنظر إلى أرقى مقام الشاكرين ترقى بهذا ترقى في مقام الشاكرين وكأنه صوره لك بأنه سلم وهو كذلك لأن الرقي لا يكون إلا في مرقات وهي السلم تتصعد تترقى قليلا قليلا في مقامات السير إلى الله تبارك وتعالى أشير بهذا البيت إلى حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث أبي هريرة قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم هذا حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة وعلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لماذا؟ قال فهو أجدر أي أحق الجدير والحقيق والقمن والحري كلها معاني المتقاربة فلان حري بكذا وجدير بكذا وقمن وقمن بكذا فهو أجدر أي هذا الحال وأحق ألا تزدروا نعمة الله عليكم أي ألا تحتقروا نعمة الله عليكم فهذا شفاء نبوي محمدي لمن ابتلي بعدم شكر نعم الله سبحانه وتعالى واستشعر لو كنت مكانه فهذا يحرك في نفسك معنى التواضع ومعنى الحياء من الله والخجل منه سبحانه وتعالى حمده والثناء عليه بعلم قال بعلم أنه يزيد من نه قال بعلم أنه يزيد من نه أن الشكر يزيد من نه لك ومن زواله إن أمن ونظري معطوف على بعلم ونظري الأدناد ولرقى دينا مقام الشاكرين أي بهذا ترقى مقام الشاكرين ثم قال رحمه الله تعالى وقال بل نظار لدنا مسجلا محققون باعث إلى العلاء وقال بل نظار لدنا مسجلا أن تنظر إلى من هو أدنى منك مسجلا أي مطلقا محققون فاعل فاعل قال وقال بل نظار لدنا مسجلا محققون أي قال محققون أي محققون من أهل العلم وذكره من غير منكرا من غير تعريف ولعل في ذلك إشارة إلى القلة إلى قلة من قال بهذا القول وإن كان ينسب لبعض المحققين وقال بل نظار لدنا مسجلا محققون يبعث الإنسان إلى المعالي هنا يشير إلى مسألة خلافية ويشير إلى مسألة خلافية في شرح الحديث الذي تقدمت الإشارة له وهو قوله صلى الله عليه وسلم المخرج في صاحي مسلم عند الترمذ من حديث أبي هريرة انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فذاك أجدر أن لا تزدر نعمة الله عليكم قوله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم هل هذا عام في أمور الدين والدنيا أم أنه خاص بأمور الدنيا جماهير العلماء على أن الحديث وارد في أمور الدنيا خاصة ويشتشهد له رواية أخرى ذكرها الحافظ من حجر رحمه الله جاء فيها نظر إلى مال غيره فلينظر إلى من هو دونه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالذي عليه الجمهور أن الحديث وارد في شؤون الدنيا بذل الروايات الأخر يعني يعني أنظروا إلى من هو دون وليس تنظر إلى من فوق فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم أي هذا في شؤون الدنيا لا في شؤون الآخرة أما شؤون الآخرة هو الدين فينبغي للإنسان أن ينظر إلى من هو فوقه حتى يقتدي به وقال بعض المحققين من أهل العلم بل ذلك عام في شؤون الدين والدنيا لأن نعم الله تبارك وتعالى ليست مقصورة على النعم الدنيوية فنعم الله سبحانه وتعالى دنيوية وأخروية دينية ودنيوية واضح وكل ذلك ويحسن بالإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه فحتى في أمور الدين انظر إلى من هو دونك حتى تحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك كذا قال بعض أهل العلم كذا قال بعض أهل العلم وهو صحيح من جهة عبادة الشكر يعني حين ترى نفسك مثلا حافظ للقرآن وغيرك لم يحفظ القرآن فانظر إلى من هو دونك حتى تحمد الله تعالى على هذه النعمة لكن ليس المقصود أن تنظر نظرا يقعدك ويثبتك إنما هو نظر إنما هو نظر لكي تستشعر النعمة التي أنت فيها وهناك قول آخر يجمع بين بين الأمرين أنه في أمور الدين ينبغي أن ينظر إلى من هو دونه وفوقه وكان هذا فيه جمع وكان في هذا جمع بين القولين في أمور الدنيا انظر إلى من هو دونك لتحمد الله تعالى ولتشكره أمور الدين وهما انظر إلى من هو فوقك لكي ترتقي همتك لكي ترتقي همتك نعم وكذلك في أمور الدنيا يصلح هذا في أمور الدنيا انظر إلى من هو دونك حتى تحمد الله وتشكره على نعمه وإلى من هو فوقك لا لتغتر به ولكن لكي تزاحم في هذه الحياة وتترك فيها أثرا أمن بعقله أن يضلل في الحياة كما أمن أن يضلل في الدين وفي الحياة كما في الدين تضليل كما قال الشيخ البشير الإبراهيم رحمه الله تعالى المؤمن يعيش متساميا إلى معالي الحياة تكتدم جوانبه من ذكاء القلب وشهامة الفؤاد ونشاط الجوارح يرى من أمر الله تعالى له ومن حق الدنيا عليه أن يترك فيها أثرا جديدا مستفادا فيها كما ذكر الشيخ البشير رحمه الله وكن في الحياة كريم الخطى شريف السماع وكن في الحياة خفيف الخطى كريم السماع شريف النظر وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر أعتذر مسبقا لمن سيرى التسجيل لأنه سيتوقف قليلا يستغرب من هذا التوقف هذا البث لا أدري سبحان الله فيه ضعف نرجو من إخواننا أن يشعرون باتصال البث حتى نصل الكلام بسابقه وقد أوشكنا على الختم بإذن الله وحوله وقوةه نعم فهذا الله المستعان لقد كثرت الانقطاعات ولا حول ولا قوة إلا بالله فالحاصل أحبة في الله أن ما ذكرناه قبل قليل يمكن أن يكون سبيلا للجمع بين القولين لكن يبقى القول الأول أظهر وهو مذهب الجمهور لأن السياق الحديث مع ما جاء من رواية أخرى تشهد لذلك لأن السياق الحديث وما تعضد به من رواية أخرى يشعر بأن المقصود هو شأن الدنيا وليس الدين انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم وضعوا إلى من هو فوقكم